رسالتي هذه المرة وكما في مرات سابقة إلى السيد رئيس بنجلس المزرعة دولة الرئيس الحكومة التي تكثر أزماتها وتشتد عليها الأزمات كما في حكومتك الحالية أول شيء يجب أن تصنف هذه الأزمات حسب أهميتها ودرجة تأثيرها وبالذات الأزمات التي تتعلق بخبز الناس لأن هنا صبر الناس سيكون قليل جدا والحكمة تقول قطع الأرزاق قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق وأزمت الدولار يا دولة الرئيس صار لها أشهر ونحن نراقب ونرى ونطلع ونستمع منكم ومن مختصين في السياسة المالية والنقدية الذين يعملون بمعياتكم عن الحلول التي طرحت بصراحة الحلول ليست واقعية ولا تلامس أسط المشكلة والحلول هي مجرد ترحيل أزمة يا سيادة الرئيس أزمة الدولار المشكلة في الخارج الحل في الخارج والمشكلة في الداخل من افتعل هذه الأزمات وأدار أزمة الدولار البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية في بيانات واضحة لها أنها حذرتكم والحكومات السابقة عن تهريب العملة ومن سبب المشكلة هنا هي البصارف العراقية التي تعمدت بغسيل وتهريب الأموال أربعة مصارف بالبداية تمت معاقبتها واليوم أربعة عشر مصرف هسا الولد يقولون ما معاقب استبعاد أنا ما يهمني معاقبة ولا استبعاد أنا أتقفى الآثار لو من المصارف الأربعة الشرق الأوسط والقابض والمدشي سمونة والأنصاري وبعدين أنت تختمها بالإسلامي تمت معاقبتها ومحاسبتها وإخضاعها إلى القانون لكنا في خير وكذلك مراجعة مزاد العملة ومحاسبة القيادات في البنج المركزي لما يحصل أما تتكرر المشكلة في غضون أشهر ولمرتين متتاليتين فهذا يعني شيئين أو أكثر الأول هو عدم اكتراف الدولة واسترخاء مؤسساتها المالية والنقدية وقياداتها في المعالجة وشيء الثاني لم تكن هنا لك عقاب صارم لهذه المؤسسات وشيء الثالث لم تتم مراجعة هذه المصارف والإزازات التي منحت لها واستهتارها بالدولة واستهتارها بالمال العام وارتباطاتها الخارجية دولة الرئيس بغير ما ذكرته وأنت تعرف أكثر مني فأننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة ولن نحصل على حل سيادة الرئيس اللي يشتغل قل مرات بـ 20% والما يشتغل زاد فقرة وزاد جوعة وانت ما تستاهل يصير وياك مثل ما صار ويا عادل عبد المهدي أو تدري ليكرهونك وهواي أنت تدري لو ما تدري عندك حل لو ما عندك حل قلت لك بحلقات سابقة يا دولة الرئيس وأنا ما أعدها ليك هالمرة وحياتك إذا ماكو مقوار هاي العناصر وهاي الشرادم ماكو حل راح يوقعوك وراح تخسر كل تاريخك تريد هذا تريد هذا يجيك واحد يقول لك يا بترى والله لجنة ونقعد على طاولة الحوار ونسولف هي تشي وذني هي تشي ترى كلها تشرب لأنه تتكرر في غضون أربعة خمس أشهر والبنك المركزي والقيادات المؤسسات المالية والنقدية ما عتحل والمصارف لا تمتثل قصة هاي سد بابك وصفا عليها بوحدك لا تجيب أحد يسولف لك هاي